أسست في إيسن مدرسة العود الأولى من نوعها في أوروبا وفي ألمانيا هل لك أن تحدثنا عن تأسيس هذه المدرسة؟ وبصراحة يمكن يسبق هذا السؤال اللي جابني لإيسن هو أساساً هذا البروجيكت اللي جابني أنا مو يعني عشت فترة طويلة في آخن غير مدينة ألمانية ثانية فاللي جابني لإيسن هذا المشروع ولاحقاً أيضاً لاقفت إقبال كبير من طلاب العرب بشكل عام شرقيين العايشين في ألمانيا وألمان كان عندي دراسة سابقة أنا عاملها للعود فقسمت إلى جزءين جزء أول للمبتدئين لأي مرحلة لأي واحد حابب أن يتعلم العود والمرحلة الثانية للمتوسطة والمتقدمة فالآن يعني هناك عشرات الطلبة اللي يعني قدموا للمدرسة وخلال هاي السنة السادسة الآن إحنا في هذا المشروع ومن خلالهم أيضاً شكلت فرقة عود هم يشاركون أشرف عليها طبعاً تدريبها كل شيء ويقدمون حفل أو حفلين بالسنة كنشاط من طلبة جوي ما لهم علاقة من الموسيقى بعيدين اختصاصات بعيدة بأعمار بعيدة يعني أعمارهم أيضاً متقاربة واختصاصات مثل ما ذكرت بعيدة لكن الآن هم يستطيعون أن يقدمون حفل موسيقي خلال الفترة القياسي ترجمة نانسي قنقر